أرجع لك يا محمد بعد إذنك أستاذك بس كابتن أيمان هو أيمان قال حاجة جميلة جدا بس هو رجع تاني عكاسها هو أيمان قال أن المسؤولين كانوا يطلبوا طلبات هي أسمحها أدوات أدوات مساعدة أن أطور بها كابتن محمد لو أنا مش مع الأدوات دات وتحد ما أوفرهاش ما تسألنيش على أي نجاح صح البعض قال الخبرة لم ينجح لا الخبرة هم مش كده نجي منتكلم بريرا ولا أنا أعرفه طلب طلبات كتيرة جدا خاصة مشكرة الحكام مستحقات الحكام طلب سيميليتور لأنه الناس تشتغل عليه طلب كمان يعمل كورس للفار كلية تغلباتها لفكرة مع محمد فاروق وأنا كان صالب محمد فرق على طول دي تغلبات بريرا طلبها من الاتحادية كتير محمد كلها لم توفر لم توفر لي لجنة الحكام السابق عشان بس ما نقولش أن الخبراء تشبوا لا ما أنا أيمان لست قيلها عشان أنا ننجح ديني أدوات النجاح عشان ننجح بي مزبط معيش أدوات النجاح مش هنجح طيب هتقولي هو سيكت ليه هو سيكت لأنه هو رجل مع عقد وابتدأ يتواصل كل مرة حاضر 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 لحد ما لقى الأمور مفيش مش مشه في نفس الصيابة بالضبط كده اشتغل في الملف الإداري بشكل كويس خلي بالك اللي أنا عاوز أقولك هاتم محمد نحن مش عاوزين نقول أن اللجنة الفاتت دين ما كانش بتشتغل لا هي كان بتشتغل وأنا النهاردة لما باجي لجنة جديدة بابنى على شغلها خلي بالك حتى لو 20% إيجابيات باخدهم يعني أنا مش حنسى أبدا أن اللجنة نجحت فيه بأمانة وحسب محمد فرق وحمد القاضي بأمانة أن عندنا تقريبا 36 حكم من دور المحترفين 44 حكم مساعد أداروا يا محمد دور المحترفين بكل كفاءة دي تحسب لهم مش ملفات خلي بالك دي تحسب لهم بأمانة كنت طلع 36 حكم يديرهم سابقة صعبة جدا 44 حكم مساعد أيضا أداروا يعني هم عاملوا شغل مش معاملوا شكاة محمد ولكن منقول دايما أعوام اللي نجاح لها أدوات لو مش متوفرة معك مش هتشتغل بس